السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من كورسنا الازد 500 النهاردة هنشتغل على المالتي فاكتور افينتيكيشن بادينا وعلشان نشوف الفرق بين اليوزر اللي متطبق عليه واليوزر اللي مش متطبق عليه خلينا نروح بالسرعة كده على البراوزر بتاعنا ونروح على البورتل او على البروفايل يعني البورتل احنا عارفين ان هي المكاني اللي انا كادمستريتور بقدر ادير منها خدماتي طب اليوزر العادي هيروح البورتل في ايه؟ بعتقد انه ملوش ان هو يروح البورتل ولكن هو ماجسوف موفر له اكتر من مكان ان هو يطلع على السيرفز المعينة ليه سواء او جروبات مثلا او بروفايل بتاعه فلو روحنا مثلا خلينا خلينا وريكم ان انا لو روحت مثلا هنا على اكاونت دوت ماكروسوفت او اكاونت دوت اكدريتري دوت ويندوز علشان استعرض البروفايل بتاعي فهيبدأ يقول لي انت مين فانا لو قلتم ان انا الادمستريتور مثلا هيبدأ يدخلني على الصفحة الخاصة بي هنشوف شكلها عامل ازاي علشان انا الادمن فانا بقدر ادير كل شيء وده البروفايل بتاعي على الصفحة اللي هي هي طبعا اا كانت الاول اكاونت دوت اجور دوت ويندوز دوت كوم الوقتي بقت اا دوت ناكروسوف لو روحنا كده لو روحنا كده على الراجل ده وقولت له انا عاوز اشوف الاكاونت بتاعي فهي واحنا حولني على صفحة فيها البروفايل بتاعي معلوماتي معلومة الامان والاجهزة اللي انا دخل بها دي متاحة سواء لأي يوزر بقى سواء كان قدمي سواء كان يعني وطبع طيب خليني كمان وإحنا هنا نوريكم عمليات التسجيل بتاع الدخول اللي احنا استعرضناها في الفيديو اللي فات لما قلنا انه وقتي بتتسجل علي وقتيا يعني انا لو قلت له مثلا عمليات تسجيل الدخول هيبدأ يجيب لي كل السيشنز اللي انا فاتحها بالوقت والاي بي ومكان تسجيل الدخول عمليات السيشنز جميع العمليات شايفين من تقريبا من اول عملية الدخول يعني لحد مفتوحة دلوقتي طيب حضرتك لو استشعرت اي لو استشعرت اي مسلا العملية دي دخول مش مزبوط في حاجة غلط فانت على طول بتقر يعني بتقول له انه سيكير ماي ادكاونت الكلام ده احنا كلنا فيه اللي فاتح لكن خلينا ما نروحش بعيد عن موضوعنا حدخريا نعمل هدية الصفحة الخاصة بالبروفايل الخاص بالأدمي تعالي كده لو قلت له سيكيرتي انفورميشن فهيبدأ يقول لي معلش اوكي شايفين يا شماب ليه لان انا قايل انه كل من هو ادمن لازم يدخل اه علشان يعدل في المعلومات لازم يدخل بالكود اوكي دي المالتيفاكتر اوثنتيكيشن متطبقة على مين متطبقة على الادمستريتور خلاص كده تمام اه خلاص احنا مش هندخل بها ونعمل تعالي نروح لصفحة اليوزر العادي اللي انا مش مطبق عليه هنعمل وندخل باليوزر العادي بقى اليوزر اللي هو احمد ده ده مش متطبق عليه اي شيء ما يوزر عادي جدا هتديلو الباسورد اهو شايفيني هنا البروفايل بتاع احمد ما فوش اي شيء لانه مجرد يوزر عادي ما فوش اي شيء على الدافئة لو رحنا كده قلت له هيبدأ برضو يحولني على صفحة البروفايل بتاعتي اوكي وما طلبش مني حاجة يعني لو قلت له انت مين انا احمد هل هيقول لي بقى ديني اا اا ولا اي شيء ليه انا مش فرض عليها الام اف اي تمام كده نقعت طيب يبقى كده فرقنا بين اليوزر اللي مطبق عليه الام اف اي واليوزر اللي مش مطبق عليه الام اف اي تعالوا بقى ندخل على البورتال كده هنعمل صين اوت كده علشان نبدأ نطبق على الراجل ده اللي هو احمد اللي مش متطبق عليه اصلا الام اف اي ونشوف هاي بتتطبق ازاي اا مع بعض لأ افوال اوكي دخلنا هنروح على طول سريعا لليوزر طيب هتطبق على مين والله هتطبق على احمد ده طيب هفتح البروفايل بتاع احمد خلي بالك ده مش صح انت كسيكيروتي انجينير بنأكد ان انت بتعملها بوليسي بطبع الكل ولكن تبقى فاهم يبتتعمل منين فيما يتعلق لو لقيت مسلا يوزر عندك يوزر واحد ولا كده تمام فمن هنا على طول خلاص طيب نخلي بالنا بقى انه رقم التليفون على فكرة فيه كده يعني ممكن حضرتك تحول للطريقة اللي برضو هي هي ولكن ما كنت شفت ممكن تطلعها بعد شهر بعد اتنين بعد اسبوع فخليه نشتغل على علشان لو حد بيتابع الفيديوهات دي فيما بعد يعني يبقى ما يلقاش دية يلقى ديت اوكي ديت هتدخل حضرتك على الاثنتيكيشن متود وتقول له انا عاوز ااد اوثنتيكيشن متود لمين لحنت فهيقول لك اختار هتحطي لي ايميل ولا هتحطي لي فون نمبر الايميل عادي جدا الايميل ما فيوش مشكلة المشكلة في المشكلة في الفون نمبر ليه لان الفون نمبر وانت بتحطو خلي بالك خلي بالك ليه قاعدة كده اللي هي بتقول ايه بتقول تبدأ ماشي بعد كده مفتاح الدولة انا موجود فين موجود في السعودية تسعة ستة ستة حضرتك موجود فين موجود في مصر اه شري طمام اه موجود مش عارف في تونس كذا موجود في اليام تسعة اه سبعة مش عارف كنا موجود في امريك هزي روح كده خلاص تمام كده بعد كده مسافة مسافة الرقم من غير زيرو رقم من موبايل من غير زيرو يعني لو زيرو عشرة تحط عشرة على طول لو زيرو خمسة ستة تحط خمسة ستة على طول وهكذا تمام دي القاعدة اللي حضرتك تمشي عليها اي حاجة بعد كده مش هيقبلها منك وتتأكد انه ده لك علامة صحي كده هتقول له ايد طيب التليفون ده نوعي ايه بتليفون شخصي ولا تليفون بديل ولا بتليفون الماركتب لا ده تليفون شخصي هقول له ايد تمام دي اول خطوة حضرتك هتعملها وعلى فكرة مش صح يعني مش من طبيعة عملك انتها تدخل على وديف ضياد لانه زي ما احنا قلنا اللي بيكرياتي اليوزر هو من المفترض بيدخل بيانات دي معايا يعني مفترض يقول له ترقم تليفونك كام فبدخله على طول علشان حضرتك لما تدخل فيما بعد تفرد البوليسي تتطبق على الكل وما يقول لكش والله سين اه او صاد ويعملني علشان ملوش اه انفرميشن خلاص كده اتمنى تكون وضعا تمام خلاص دي اول خطوة تعالى بقى بعد ما عملنا اه بتدخلنا بيانات عسام ده خلاص احنا هنا عملنا شغلنا البورتل انتهينا منها تعالوا بقى نروح نابدت البروفايل الخاص باحمد تمين انا احمد طب دخلي الباسورت اهو احيانا بيبقى فيه تأخير في تطبيق بالذات لاسباب اهمها انه او في مفتوح اه يعني واخد ومش حاسس بيها فكلام ده احنا قلناه لكن بنأكد عليه يعني قلناه في لكن بنأكد عليه مرة تانية انه احيانا يعني وانت بتجرب مش هتمش معاك كده بعد مسلا بتعمل اه لل وال الخاصة بالبراوزر وكده تمام هنا لو قلت له شايفيني شايفيني يا شباب هبدأ هدفع للكوت اللي وصل لي حالا على التليفون بتاعي وبكده نكون آآ قريفنا يتعمل منين سواء طبعا على مستوى يوزر واحد اوكي على مستوى يوزر واحد ومن هنا على فكرة ممكن برضو اليوزر هو بالخيار انه هو يغير طريقة التحقق يعني يخليها بدل ما هي تبقى آآ كول فون مسلا فمن هنا بساطة شريدة جدا آآ اليوزر متاح لي كده يقول له والله انا مش عاوز تيكست مسيج انا عاوز كول انا عاوز كول ويقول خلاص بدل المرة الجاية المرة الجاية نعمو بيأبدته اهو اوكي المرة الجاية لما احمد ده يدخل على البروفيل بتاعه يحب يعمل اي التعديل او اي شيء هيطلب منه الكود اللي هيجيله عن طريق مكالمة على رقمه تمام آآ بكده نكون عرفنا ايه عرفنا اليوزر لما مايبقاش ليه بيدخل عادي جدا بالباسورد بتاعه ولما يبقى له شفناها وشفنا هي بتتعامل آآ من البورتل على مستوى يوزر واحد من اين الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنشوفها آآ كبوليسي تتطبع على البوليسي كده انفورسد انت ك سيكوريتي انجيني حردتك هتدخل تعمل بوليسي تطبع على الكل وعرفنا كمان انه لما بتدخل رقم التليفون الرول او القعدة في ادخال رقم الهاتف بيبقى شكلها ازاي اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة